طلاب وطالبات الصف التاسع نرجع لنكمل درسنا المرة الماضية بعد ما وصلنا لهذا السؤال اللي قدامكم إن شاء الله تكونوا دكاترة المستقبل فبتكونوا عارفين هاي شو وظيفتها وكيف تشتغل وبنكمل حل أسئلة درسنا الأول تمام طلابي طيب هسا هاي السؤال المرة الماضية هل يعتمد جهاز قياس الضغط على أو من تطبيقات ضغط الموائع نفس الفكرة اللي طرحناها المرة الماضية أستاذي لما حكينا عن هاي إن الضغط بالسائل بنتقل عبر السائل صح؟ إذا بشرط إنه يكون السائل محصور هذا الحكي اللي حكيناها المرة الماضية فإذن هذا الجواب إنه آه بيعتمد على ضغط السائل كونه جواته هوا وإحنا بنعرف إنه الهوا غاز يعني والغاز يعتبر من الموائع يعني نفس اللي بينطبق على المائع السائل بينطبق على المائع إيش؟ الغازي فإذن يعتبر إحدى تطبيقات ضغط الموائع لأنه هسا أنا لما بدي أضغط بالجزء هذا راح يصير الهوا بينفخ هاي الموجودة على إيد الشخص فهيك أنا كأنه أنا إيش؟ نقلت الضغط من مكان إلى آخر طيب نيجي لأسئلة درسنا الأول المائع الساكن حكينا عنه بتفاصيله وعرفنا قانونه ووصلنا آخر إشي لتطبيقاته هاي هي هيك الفيزيوستاذي إنه بتكون فيها جزء مفاهيمي وتفسير للظواهر بعدين بنروح على القانون بعد القانون بنروح على المسائل والحل ورياضيات بعدها نيجي للتطبيقات هسا مشان إحنا نتأكد من اللي جمعناه الحصة الماضية نيجي نحل الأسئلة مشان أمور نعيش تكون تمام فاللي بدي أياه منكم جيبوا ورقة وقلم تعال ليش الورقة والقلم مشان عند كل سؤال بتوقفوا الفيديو بتحلوا بترجعوا ايش تتأكدوا من حلكم تمام أستاذي طيب تعالوا نشوف الفكرة الرئيسية اللي هو السؤال الأول تمام طيب بحكي لي ما العوامل التي يعتمد عليها ضغط المائع عنده نقطة داخله والله إحنا أستاذ حكينا إنه ضغط المائع بشكل عام بساوي ب رو أتش جي قلنا رو كثافة صح هاي كثافة نغير اللون هاي قلنا عنها كثافة صح وقلنا تقاس بالكيلوغرام لكل متر مكعب وهاي قلنا إيش أتش اللي هي ارتفاع وتقاس بالمتر والجي اللي هو تسارع الجاذبية الأرضية وبساوي عشرة متر لكل ثانية تربية أو ممكن نحطه 9.8 متر لكل ثانية تربية تمام أستاذي؟ طبعا هذا الرقم راح تحكي أستاذ إحنا ليش منختار 9.8 وهيك يعني مزاج؟ لا أستاذي بالصف العاشر إن شاء الله راح نكون معكم مشان أن نوضح لكم هذا الحكي كيف صار هسه بهمنا أنه خلص نكون عارفين هذا الرقم أنه تسارع الجاذبية الأرضية فإذن لما بحكي لي ما العوامل التي يعتمد عليها بالحصة الماضية حكينا عنهم هذول العوامل لأنه بدي يعتمد على كثافة السائل يعني على نوع السائل وشو بيحتوي على مواد مذابة فيه فإحنا مثلا هسه زي لما حكينا عن مياه عذبة ومياه مالحة المياه المالحة طبيعي إنه يتكون كثافتها إيش أعلى والمياه العذبة كثافتها شو أقل تمام أستاذي؟ طيب والارتفاع مش حكينا إنه الضغط عبارة عن وزن عامود الهواء اللي بيكون فوقي فأنا كلما زاد الارتفاع يعني زاد طوله لعامود الهواء اللي فوقنا فإذن راح يزيد وزنه فراح يزيد إيش؟ ضغطه تمام أستاذي؟ يعني هذول مبدئيا الكثافة والارتفاع وبرضو كمان جاذبية الأرض تسارع الجاذبية هيك إحنا يعرفنا العوامل اللي بيعتمد عليها الضغط الثلاث بتمنى إنكم تكونوا جاوبتهم لأنه هذا السؤال برضو حليناه بالحصة الماضية طيب خلصنا السؤال الأول تعالوا نشوف السؤال اللي بعده الإجابات كيف بدي أعرف على شو بيعتمد من خلال العلاقة الرياضية للضغط تمام أستاذي؟ ومش بس هاي أي إشي بالفيزيو لما بحكي لنا عن يا رب نخلص مسح لما يحكي لنا إنه بده على شو بيعتمد هذا القيمة أو هاي الكمية بنحط قالونها ونبلش نحل عليها طيب أستاذي بحكي لي بالسؤال الثاني الضغط الكلي أها يعني أنا بدي أستخدم ضغط كلي قبل ما نكمل يعني بي بتساوي بي نود زائد رو أج جي تمام أستاذي؟ هاي ليش ضفناها؟ لأنه حكينا إنه أنا صاح بكون مثلا تحت المي أو تحت السائل بس في عندي كمان ضغط جوي شغلتين فهذا ضغط جوي قلنا بنرمز له بهذا الرمز وهذا ضغط أيش؟ السائل طيب حكي لي بده الضغط الكلي شوفه من كلمة خلص حلينا حطينا القانون المؤثر في غواص يسبح على عمق ثمانية متر تمام ثمانية متر هاي لشو راح نستخدمها؟ هاي لضغط ضغط الماء هاي بدنا نستخدمها تمام أستاذي؟ بحكي لي في عندكم حالتين إنه بالأول كان في بحيرة يعني مياه عذبة وبعدها في بحر يعني مياه مالحة بتلاحظوا إنه الكثافة مالحة تختلف صح ولا لا أستاذي؟ هاي واحد فاصلة صفر ثلاث جرام لكل سانتي متر ماله مكعب اللي فوق واحد في عشر قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر مكعب إذن كثافة مبدئية بتختلف شو بدنا نعمل؟ تعالوا نحسب الأولى اللي هي للبحيرة حسبناها المرة الماضية تقريباً فبنحكي إنه والله عندي بي نود أعطاني هذا الرقم هاي إنه الضغط الجوي حكالي على سطح البحر أحسبوه به القد هذا السادي شفتوا هذا الرقم هذا بالدرس الجاي رح ندور كيف بدنا نطلعه تمام؟ ورح يطلع معنا بالزبط طيب اللي هو واحد في عشرة قوة خمسة تساوي واحد في عشرة قوة كم خمسة زائد هسا بدنا نعوض المعطيات الثانية نشوف لون ثاني معنى رو رو كم اللي هي الكثافة واحد في عشرة قوة ثلاث بدنا نتحويل الوحدات كيلو جرام ومتر مكعب؟ هذا من الوحدات اللي احنا بدنا إياهم أج حكالي ثمانية في جميع الأحوال بس ثمانية ايش؟ متر المتر بدنا إياها تمام إذا جي شو ظل خلينا نعتبرها عشرة وبس تمام كتبنا تعالوا نشوف كيف بدنا نحله تساوي واحد في عشرة قوة خمسة قلنا الأولوية للضرب يعني عندي هذول الأشياء اللي هي بتطلع ثمانين في عشرة قوة ثلاث أستاذي تذكروا المرة الماضية شو حكينا؟ حكينا إنه إذا بدي أجمع أسس لازم يكون الأسس والأساس ماله متشابه هون عنا متشابه هاي ثلاث وهاي خمسة مش متشابه لكن الأساس عشرة عشرة تمام طيب كيف قلنا بدنا نغير هذا الحكي؟ قلنا يا إما بدي أزيد أصفار هاي أقللها وأزيد هاي منازل أو العكس تعالوا نجرب نسويها هاي فبتصير هاي بدي أنزلها منزلتين وشان تصير إيش؟ ثلاث وهاي بضيف له صفرين فبتصير مية في عشرة قوة كم؟ ثلاث زائد ثمانين في عشرة قوة ثلاث هيكي بنقدر نجمع أستاذي؟ ممتاز بنقدر نجمع الأس والأساس متشابه؟ خلاص تمام يعني كأنه أنا بدي أطلع عامل مشترك برا وبحكي مية زائد ثمانين مباشرة كم رح يطلع معي؟ مية وثمانين في عشرة قوة كم؟ ثلاث شو الوحدة؟ للضغط باسكال بي صح؟ طبعا إذا إحنا ما استخدمنا هاي الوحدات مثلا زي هذا السؤال بالقرام بالسانتيما بقدر أحط عندها باسكال لأنه باسكال حسب النظام العالمي للوحدات بيحكي لي لازم يكون عندكو كيلوغرام ومتر إيش مكعب تمام أستاذي؟ هذا حل الفرع الأول من السؤال في طريقة حل ثانية؟ آه ممكن طالب ثاني شو يجي يعمل؟ إنه خلينا نجيب لون ثاني مشان تفرقوا بالإش اللي قاعد يصير تمام؟ ممكن طالب ثاني شو يجي يعمل؟ عند هاي الخطوة يحكي أستاذي أنا بدي هذا أرفعه وأقلل هذا إذن بدنا نرفع هذا ونقلل هذا منزلتين كيف؟ بتصير بي بتساوي نفس هاي واحد في عشرة قوة خمسة زائد بدنا نعمل الثلاث خمسة يعني هاي بدي أحرك الفاصلة الموجودة هون وين؟ منزلتين هاي منزلة منزلتين فبتصير فاصلة ثمانية في عشرة قوة خمسة فهيك بيطلع الجواب واحد فاصلة ثمانية في عشرة قوة خمسة أسكال أستاذي هذا الجواب نفس هذا أستاذي نفسه بالضبط ولا عليه اختلاف بس شو وين الاختلاف؟ بس هاي الأسس تمام؟ بتلاحظوا إنه مثلا هاي لو أخذت منها منزلتين وحطيتهم لهاي يعني حركت الفاصلة منزلتين تمام؟ فبتصير مئة وثمانين في عشرة قوة كم؟ ثلاث بس كال نفسها نفس هاي تمام أستاذي؟ فالطريقة اللي بتناسبك أو شو اللي بدك تعمله ما بيختلف بس أهم شي بتعمله بالطريقة الصح إنه بعدد الأشياء اللي بدي أنزلهم من هان تمام؟ أو برفعهم لازم يكون إيش؟ عدد المنازل اللي بحركهم بالفاصلة مشان أخلي هاي بتشبه هاي ودائما هاي زي الميزان برفع جهة الجهة الثانية شو رح يصير فيها؟ قل تمام أستاذي؟ تمام طيب خلصنا الفرع الأول تعالوا نمسح حكي هاذ كله طيب هسو أستاذي بالفرع الثاني شو رح يختلف عندي؟ كل شي نفسه ما عادة شغلة واحدة رح تختلف هل رح يختلف الجواب؟ أه أستاذي رح يختلف طبعاً كل شي نفسه كل شي شايفين اللي عوضناه والقانون وكذا بس إحنا بدنا نحذف هاي تمام أستاذي؟ قبل ما نجي على حلها تعالوا خلينا ايش؟ هلين نجي على اللون الأسود نجي يا أستاذي لموضوع وينه؟ الفرع الثاني بحكيه للبحر حيث كثافة الماء 1.3 جرام لكل سنتيمتر مكعب تمام طيب إحنا بنعرف إنه 1.03 جرام على سنتيمتر مكعب هاي الوحدة إحنا ما بتلزمنا صح أستاذي؟ ممتاز طيب شو بنعمل بهاي الحالة؟ إنه أنا بدي أحول اللي جرام لكلو جرام بدي أحول السنتيمتر مكعب لإيش؟ لمتر مكعب تبهوا أستاذي كثير منيح شوفوا كيف هاي 1.03 ضرقاً بيظل هسا بدي أحول من جرام لكلو جرام حكينا شو بدنا نعمل بالعادة؟ بدنا نقسم على إيش؟ على ألف صح؟ لما بحكي 1 على ألف اللي هي أستاذي نفسها 1 على 10 قوة 3 مزبوط ممتاز لما آجي أنا أرفع هاي العشرة قوة 3 لفوق بتصير عشرة السالب ثلاث تمام أستاذي؟ يعني لما أنا بدي أحول من جرام لكلو جرام عادي يا إما بقسم بألف أو بضرب في عشرة السالب ثلاث فإحنا للتسهيل نضرب في عشرة السالب كم ثلاث على الصانتي لمتر كم كنا نضرب أو كم كنا نقسم احنا قلنا من الصغير لكبير بنا نقسم على عشرة أو على مية صح؟ من صانتي لكم لمتر طيب واحد على مية اللي هي تساوي واحد على عشرة تربيع بنرفعها لفوق بتصير سالب تمام أستاذي؟ بس إحنا ما بناش نرفعها خليها تحت هسا عشرة تربيع صح؟ بس أستاذي هذوله ثلاثة صانتي يعني صانتي وصانتي وصانتي حولنا واحد والثنين فكيف أنا أبدأ أحولهن؟ بدي أحط إيش؟ تربيع أو تكعيب تمام؟ ليه تكعيب؟ لأنه هان موجود عندي تكعيب فإذا بدي أحول من صانتي مكعب لمتر مكعب تمام؟ لازم أقسم على إيش؟ عشرة طبعا هاي سالب تمام؟ لازم أقسم على عشرة قوة اثنين تمام أستاذي؟ طيب فتعالوا هسا هاي شو رح تصير؟ رح تصير ثلاث بندخلها نكتب مرة ثانية خلينا نكتبها هون واحد فاصلة صفر ثلاث في عشرة قوة سالب ثلاث هاي احنا متبقين عليها اللي تحت بتصير عشرة السالب كم؟ ستة بنعرف إذا عندي إيش تحت بنرفع فوق بيصير إيش؟ موجب صح؟ فبتصير عشرة سالب ثلاث سالب ستة أو سالب ثلاث زائد ستة كم بتصير؟ ثلاث طبعا هيك صرنا كيلو جرام لكل متر مكعب هاي الوحدة اللي احنا بدنا إيها بعدنا ما بلشناش حل فهذا شو بدي أعمل؟ نجي نعوض هون واحد فاصلة صفر ثلاث في عشرة قوة كم؟ ثلاث ضر تمام أستاذي؟ اللي اختلف بتلاحظوا إنه بس هذا المقدار ما بين المياه العادية والمياه المالها هون ما بقدر أحكي إنه كم مقدار الاختلاف لأنه الوحدات مالهم مختلفة بدنا ننتبه أستاذي عن موضوع الوحدات ضروري جدا لأنه ما بصير أقارن بهيك حالة تمام؟ طيب هيك خلصنا إيش؟ تحويل وعوضنا شو ظل بنعمل؟ نشوف شو يطلع معنا الجواب واحد في عشرة قوة خمسة زائد نضرب هذا الحكي ببعضه ثمانية في ثلاث كم بتطلع ثمانية في ثلاث؟ ممتاز أربعة وعشرين تمام؟ فاصلة كم ثمانية في عشرة قوة كم؟ هذا الصفر حطيته لهاي بتصير أربعة تمام أستاذي؟ طيب هسا تعالوا من خطوة وحدة أنت الخطوة الثانية تعملوها لحالكم أو الطريقة الثانية هاي أربعة الفاصلة بدي أحركها منزلة واحدة مشان هاي تصير إيش؟ خمسة هاي شو بدي أعمل فيها؟ أرفعها إذن هاي شو؟ بنزلها منزلة كيف بدي أنزلها؟ بتصير فاصلة ثمانية واربعة وعشرين فبتصير واحد في عشرة قوة خمسة زائد أستاذي فاهمين كيف النقطة هاي؟ إنه أنا حطيت صفر ثمانية ثنين أربعة هركت الفاصلة منزلة كانت هون نقلناها في عشرة قوة كم؟ بطلت أربعة صارت خمسة فإذن هيك بنقدر نجمع بيطلع معنا واحد فاصلة ثمانية ثنين أربعة في عشرة قوة كم؟ خمسة باسكال تمام؟ بتلاحظوا أنه الاختلاف بالضغط بسيط جدا هو بس أربعة وعشرين بس لكن أستاذي اختلف فبيفرق لما أنا بحكي عن مياه عذبة أو مياه مالحة رغم أنه ثنتين مياه لكن بسبب اختلاف الكثافة أدى ذلك إلى اختلاف إيش أدى ذلك إلى اختلاف ضغطهم تمام أستاذي؟ طيب هسه هذا السؤال نفس فكرة السؤال الأول أو السؤال الماضي تمام أستاذي؟ تعالوا خلينا نقرأ السؤال نشوف شو بده ونحله بحكي لي عندي ثلاث ايش؟ أوعية A, B, C بيحتون على ايش؟ سوائل مختلفة شو خلالنا بنعرف انها مختلفة من خلال ايش؟ الكثافة وكل واحد له ارتفاع بحكي لي وأي وحدة فيهم بيكون ضغط السائل انتبهوا ضغط السائل حكالي هيا شوفوا ضغط السائل يعني هذا اللي فيها P-Node أنا ما بتهمني بس بده ايش؟ ضغط السائل عنده قاعدة الإناء يعني تحت هون بالنقطة هاي تمام أستاذي؟ هسه قبل من بلش حل بتلاحظوا أنه الوحدات مختلفة هسا أستاذ هذا السؤال مقارنة عادي بقدر أحل وشو شو يطلع معنا ونشوف مين الأكبر كونه مقارنة كلهم نفس الوحدات يعني الارتفاع كلهم بالسانتي والكثافة كلها قرام سانتيمتر مكعب قرام سانتيمتر مكعب قرام سانتيمتر مكعب فكله تمام لكن مشان احنا نظل بالساف سايد ومنه تمرين لكم تعالوا خلينا نحولهم قلنا واحد ونص تمام قرام لكل سانتيمتر مكعب تذكروا قبل شو شو عملنا بالتحويل هون خلص قلنا هاي بتصير في عشرة قوة ثلاث خلص مباشرة إذن مشان بدي أحول يعني هاي بتكون كأنها تصير قاعدة إنه أنا بدي أحول من جرام على سانتيمتر مكعب خلص بتصير كم في عشرة قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر مكعب هاي الكثافة لسي الكثافة لبي شو بتساوي الكثافة لبي واحد واحد فاصل اثنين في عشرة قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر مكعب والكثافة لإيه أو رو مش بي رو تمام استاذي الكثافة لإيه اللي هي بوينت سيفن في عشرة قوة ثلاث كيلو جرام لكل متر مكعب تمام استاذي هاي الطريقة هيك أسرع مشان ما بدنا نعيد هذول الخطوات نفسهم خلص احنا صرنا بنعرف إنه أنا بدي لما بدي تكون عندي جرام لسنتيمتر مكعب خلص بتكفيني إني أضرب في عشرة قوة ثلاث تمام استاذي طيب هيك احنا حولنا الكثافة هاي كيف بدنا نحولها بتصير أربعين في عشرة السالب اثنين اثنين متر وهاي ثلاثين في عشرة قوة السالب اثنين متر وهاي عشرين في عشرة السالب اثنين متر تمام استاذي هيك احنا بنكون رحنا للمنطقة الآمنة مشان بيزبط كونه سؤال مقارنة بس مشان احنا نكون خلص متعودين على نظام واحد بنمشي عليه أريح فبنحكي ضغط ا بساوي رو ا كثافة ا في ارتفاع ا في ج تمام كثافة ا كم طلعت بوينت سبعة بس احنا ما بدنا نأخذ الكثافة هاي هيها في عشرة قوة ثلاث في عشرة قوة ثلاث ضرب الارتفاع اربعين في عشرة قوة سالب اثنين في ايش عشرة تمام استاذي تمام فإذا هاي مع هاي بتصفي ايش عشرة يعني بتصفي هنا عندي واحد يعني بتصير هيك بوينت سبعة في عشرة وهاي في ايش اربعمية تمام استاذي طيب عرفتوا شو اللي صار انه أنا هاي ثلاثة ناقص اثنين بتصفي واحد يعني عشرة قوة ايش واحد نفسها عشرة تمام طيب هسا شو بقدر اعمل نقدر نزيح صفر مع الفاصلة بيصير والصفر الثاني بدنا نحطه اس فبنحكي اربعة في سبعة ثمانية وعشرين صح في عشرة قوة كم اثنين تمام طيب شو الوحدة كل الوحدات تمام فبنقدر نحطها باسكال هاي كثافة الاول تعالوا نشوفوا كثافة بي مباشرة هاي القانون محطوط بس بدنا نعوض نحط واحد فاصلة اثنين صح نحط واحد فاصلة اثنين لحالها لا ما بدنا نستخدم هاي حكينا بدنا نستخدم الثاني بس غير اللون مشان ايش تميزوا بيناتهم هاي واحد فاصلة اثنين في عشرة قوة كم ثلاث ليش ثلاث لانه انا حولت لكيلو جرام متر مكعب تمام طيب في الارتفاع ثلاثين في عشرة السالب كم ثنين في ايش عشرة طيب شو بدي يصير هالسنفس اللي صار فوق نضرب هذول الثنتين مع بعض وثلاث مع السالب اثنين ثلاثة ناقص اثنين بتساوي واحد فبتصير واحد فاصلة اثنين في عشرة قوة واحد في ثلاثمية تمام برضو نفس ما عملنا فوق صفر مع الفاصلة بيروح والصفر الثاني بنحطه هون ناعش في ثلاث بتطلع كم ستة وثلاثين في عشرة قوة كم اثنين باسكا بتلاحظوا انه شو رغم انه هون الارتفاع اكثر لكن لحد هسا بي اكبر من ايه المعقولة هسا الاخيرة بتطلع اكبر منهم كلهم تعالوا نجرب نشوف وين نكتبها هاي هون هنمسح هذا الحكي استاذي ضروري نكون عارفين احنا بالوحدات كيف نحولهم لانه بالوحدات هم اللي بيعجقوا الواحد وبيخلوه يخرب تمام استاذي فتعالوا نشوف كثافة سي بي سي تساوي قلنا رو واحد فاصلة خمسة في عشرة قوة ثلاث ضرب اتش كعشرين في عشرة سالب اثنين تمام في عشرة نفس ما عملنا بالخطوات الماضية هذول الثنتين مع بعض وهاي مع هاي فبتصير خمستعش في عشرة قوة كم واحد في عشرين قلنا العشرين بنحطه هون ونضرب هذول مع بعض كم تطلع ثلاثين في عشرة قوة كم اثنين باسكال هسا استاذي بتلاحظوا انه الاجابات طلعن ايش مختلفات عن بعض هاي طلعت ثلاثين في عشرة قوة اثنين ستة وثلاثين في عشرة قوة اثنين ثمانية وعشرين اذا هاي اكبر وحدة بعدين تجي هاي اثنين بعدين تجي هاي ثلاث استاذي يعني مش انه شرط اشوف الارتفاع اعلى انه خلاص بحكي الضغط اكبر لا لانه في عامل ثاني اللي هو ايش الكثافة فبهيك اسئلة لازم نكون حذرين شوي لما نجي نحلهم تمام استاذي وضروري انتبه للوحدات وهاي بتقدر تستخدموها دايما انه لما يكون عندكم كيلو قرام على متر مكعب مشان نسويها هاي الوحدة لما تكون قرام على سنتيمتر مكعب عادي بنظرو في عشر قوة ثلاث وشفنا كيف بنعملها طيب هيك خلصنا حل السؤال تعال نشوف علي بعد هذا السؤال شوي حلو شوي امور بدنا نشوف كيف بدنا نتعامل معه جيب اللون الازرق مملوء بالماء معتمدا على الشكل اجب على الاسئلة التالية اي الارتفاعات الرأسية المشار اليها بالرموز A B C يلزمني لحساب ضغط الماء عند النقطة ثلاث افسر اجابتي هس استاذي انتو في بعضكم جاوب B في بعضكم جاوب C صح A غالبا استبعدتو لانه جاية تحت احنا بدنا الاشي اللي فوقه طيح اللي استعمل بي ليش استعملها حكى انه انا بدي خلص للسطح هذا ما بهمني انا الارتفاع لانه C من هاي النقطة لعند السطح اللي بره هذا لكن B بس من هاي النقطة لحد هذا السطح فمنكم حكى انه والله عند السطح هذا هو فما بلزمني بس استاذي الماء اللي هون محصور ولا مش محصور اه اذا السائل محصور يعني الضغط اللي هون الضغط اللي بالمنطقة هاي رح ينتقل للمنطقة هاي نفسه نفسه تمام استاذي طيب استاذي نرجع طبعا رجعت كبرت للشاشة مشان تكون واضحة بالنسبة لكم اللي بدنا اياه انه الضغط عند ثلاث اللي هو بحكي لي بالسؤال انه النقطة ثلاث هاي الضغط عندها لما بدي اجي احسب بس تختم بي ولا س ولا اي لانه بدي ارتفاع تمام استاذي ما بحكي لي احسب بحكي لي بس استنتج تمام طيب حكينا انه هذا السائل ماله محصور فاذن الضغط اللي بنأثر على النقطة هاي تمام رح يتأثر بهاي نفس الاشي ليه لانه حكينا بينتقل وهذا مبدأ عمل ايش المكابس هذا اللي شفنا المرة الماضية هون هاي النقطة تمام بتلاحظوا انه انا ضغطت من هون الضغط انتقل للمنطقة الثانية فبهاي السؤال كأنها كبرت صح طيب بهذا السؤال من راح انه نفس الفكرة كمان تمام استاذي انه عندي الضغط من هون انتقل لا ايش ثلاث طيب تعالوا خانشو شو بدنا نعمل بهذا السؤال بحكيلي وين اللي بدنا نستخدم هنو حكيلي عند ايش سي ليش سي لانه استاذي حكينا السائل اول اشي محصور تمام لان الماء محصور تمام محصور فضغط شو راح يصير عنده انه ينتقل من سطح الماء لعند النقاط جميعها تمام استاذي هذا هو تفسير الاشي اللي احنا اعتبرناه والنقطة اللي احنا اخذناها فارتفاع الماء بهمني انا من ارتفاع سطح الماء لعند النقطة ليه لانه الضغط راح ينتقل تمام استاذي تمام طيب بحكيلي رتب النقاط واحد اثنين ثلاث اربعة وفتا لقيم الضغط عندها من الاكبر مقدارا الى الاقل حكينا انه العوامل الضغط السائل رو اتش جي صح بتلاحظوا انه هون شو في اشياء مشتركة بهذا السؤال هذا للماء نفسها مشتركة يعني ما رح تتغير والجي برضو مشتركة فاذا قاعد يتغير معي بس اتش تمام فكل ما زادت اتش رح يزيد ايش الضغط تعالوا اذا هو حكالي اكبر مقدارا الى الاقل بنشوف مين اعمق واحدة اللي هي اربعة فبنحكي له ضغط اربعة اكبر من ضغط واحد وثلاث بتلاحظوا انهم على نفس الخط رغم انهم مكانهم ايش مختلف لكن ضغطهم متساوي بنحكي بي واحد تساوي بي ايش ثلاث وهذول الثنتين كونهم اعمق من اثنين فيطلعوا اكبر من اثنين تمام استاذي فالمعلومة اللي بدنا نستفيدها من هذا السؤال انه الضغط على نفس المستوى رح يكون متساوي انه هون على هذا الخط كامل النقاط متساوية هون متساوية بهاي النقطة كله المتساويات تمام استاذي طيب ليش متساويات لانهم لهم نفس الارتفاع عن سطحيش السائل تعالوا نيجي لاخر سؤال بالدرس سؤال حلو خفيف لطيف وبسيط حلينا زيه كثير تعالوا نشوف بحكيلي السد هو جدار رأسي هذا السد طبعا بتلاحظوا انه بالعادة بيكون رأسه من فوق رقيق وكل ما نزلنا لتحت ازداد سماك تمام في ارتفاع الماء حكالي عشرة متر بحكيلي احسب ضغط الماء على عمق خمسة متر طبعا على السطح هنا من السائل صفر ما فيه غير ضغط هوا لانه ما فيه مية فوق تمام بس انا بده عند خمسة متر يعني بده هاي بتكون كم خمسة متر طيب بنيجي نحسب بنحكي لو الله بي للسائل بتساوي رو اتش جي رو كم مقدارها واحد في عشرة قوة ثلاث واحد في عشرة قوة كم ثلاث في اتش الارتفاع حكينا خمسة متر نظلها زي ما في عشرة فبيطلع معي خمسين في عشرة قوة ثلاث باسكال تمام طيب هاذ الفرع واحد اللي هو طلبني ضغط الماء عند خمسة بحكيلي الفرع اللي بعده احسب عند ضغط الماء عند عشرة تمام ثنين طبعا الساد ليش قاعدين نحل هاذ السؤال بس مشان بدنا نعرف ليش يزيد سماكته كل منزل تحت زادت سماكته يعني القاعدة بتلاحظوا انها اعرض بكثير من ايش من فوق فبت نقول P بتساوي نفس القانون Rho H في G بتساوي Rho نفسها برضو لانه نفس المية لكن الارتفاع كم صار عشرة تمام يعني صرنا هنا على القاع في كم عشرة ثاني فبتلاحظوا انها بتصير عشرة في عشرة مية في عشرة قوة ايش ثلاث بتلاحظوا ان الضغط ماله يزداد صح انه كان خمسين عند نصف المسافة هون وصار كم مية يعني الضغط ازداد ازداد بسبب ايش زيادة الطول العامود اللي فوقه هاد صح ازداد الطول فبازداد الوزن فالضغط شماله رح يختلف احنا قاعدين نحكي على نفس الماء ف هذا السبب انه اللي بيخلي لما يصمموا السدود انه قاعدته بتكون ايش اعرض بكثير مشان هون الضغط على هاي القاعدة بيكون اعلى بكثير من فوق تمام فكل منزلنا او كل ما زاد عمق الماء لازم يزيدوا القاعدة لحتى تتحمل ضغط الماء لان الماء كل ما زاد عمقه زادت ايش ضغطه تمام وهيك بنكون استاذي خلصنا اسئلتنا لليوم اسئلت الدرس خلصناها درسنا الاول خلصناها نحطوه على جنب نراجعوا بتكون امورنا تمام فيه مشان خلص ما بنقلك فيه كثير منها نورايح مشان بلش بالدرس الثاني اللي راح يبلش لنا بالضغط الجوي وحكينا الدرس الجاي شو اللي بدو يعمل ليه شفتوا هاي هذا الرقم بي نوت واحد في عشر قوة خمسة باسكال هذا اللي احنا بدنا ندور عليه المرة الجاي وبدنا نحسبه تمام استاذي لانه هذا تقريبا ايش بدنا نعتبره مرجع وثابت على سطح البحر تمام هذا شغلنا الدرس الجاي في جزئية الضغط ايش الجوي هيك بنكون خلصنا ويعطيكم الف عافية وربي يوفقكم وسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر